ومن سهاجل نروح لمدينة 6 أكتوبر وزملتنا لمياء حمدين صباح الخير يا لمياء صباح الخير عليك أحمد وعلى كل مشاهدي صباح الخير يا مصر في كل مكان النهاردة احنا في منطقة 800 فدان في مدينة أكتوبر الجديدة في لقاء خاص مع المعندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة هيكلمنا على 2328 واحدة سكنية بيتم تسلمهم للأهالي في الفترة الحالية صباح الخير يا فندي صباح النور يا فندي خلينا نتكلم عن الوحدات اللي بيتم تسلمها عايزين نعرف المزايا اللي فيها مساحات الشوء وكمان الخدمات اللي بتقدموها للأهالي هنا طيب بداية احنا موجودين هنا في منطقة 800 فدان وهي منطقة فيها مشروع من كبرى مشروعات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية احنا هنا نفذنا ما يقرب من 42 ألف واحدة سكنية احنا هنا بنسلم في بقايا المشروع خلاص احنا بنسلم في مشروع في قطاع به ومشروعين في قطاع جيم ومشروعين في قطاع دال الوحدات عبارة عن هي العمرات أرضي وخمس أدوار كاملة التشطيب كاملة المرافق وكملة الخدمات عندنا نموذج 75 متر وهو غرفوطين وصالة اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي حاليا وفيه كمان عندنا النموذج 90 متر نفذنا هنا في المنطقة بني خدمية بتكلفة تجاوزة 500 مليون جنيه عندنا حوالي 8 مدارس 4 وحدات صحية 4 ملاعب عندنا أسواق تجارية كمان بالإضافة لوجود المواصلات والسيرفيس وخدمة مواصلات مصر يعني المواطن اللي هيجي هيلاقي أن هو متواجد في عمرات سكنية بالإضافة لوجود المباني الخدمية كمان المباني السكنية هنا نسبة النسبة البنائية لا تتعدى 25% فبالتالي باقي الأرض كلها عبارة عن مسطحات خضرة وساحة انتظار وخدمات للمواطن احنا فعلا شوفنا مساحات خضرة جيدة جدا وكمان وإحنا داخلين المشروع النهاردة لقينا في وحدات تم تسليمها وفي ناس بالفعل عايشة في المنطقة بالضبط يا فندم احنا حتى تاريخه سلمنا أكتر من 29 ألف مواطن موجودين معنا حاليا في المدينة طيب كنا عاوزين نتكلم على التعاون اللي بينكم سواء الجهاز يعني وبين الأهالي المحافظة على الخدمات دي دايما في كل المشروعات بنلاقي بعض يعني التجاوزات أو مش تجاوزات إزاي نحافظ على الخدمات المقدمة للناس علشان تفضل عايشة بها طيب هو طبعا يعني ده مفروض تعاون مشترك ما بين الدولة وما بين المواطن لأن المواطن دلوقتي هو أصبح هو المالك وهو المستفيد الأول في المشروعات السكنية دي فاحنا بنشتغل من خلال تلت محاول عندنا المحور الأول هو المحور المواطن وده بالتواصل مباشر مع السكان هنا أو من خلال مجلس الأمنا اللي بيمثل الساكنين بالإضافة كمان عندنا شركات الصيانة والنظافة يعني احنا عندنا العمارة السكنية لها شركة مخصصة للصيانة والنظافة بتاعتها لغاية رصيف العمارة وبعدين كل مرفأ لشركة صيانة سواء الكهرباء أو الميا والصرف أو الزراع أو غيره فبالتالي عندنا شركات صيانة وشركات نظافة علشان تواصل مهمة الحفاظ على المشروعات بالإضافة كمان النقطة التالتة وهو صفة الضبطية القضائية اللي تم منحها من وزارة العدل لبعض مسؤولي الجهاز علشان يعملوا حملات مفاجئة علشان نطمن إن اللي ساكن في الوحدة ما بحاش أو أجرها لأنه كده هيخالف قانون الإسكالي الاجتماعي كمان إنه هو ما يغيرش النشاط لأن الوحدات دي تم تنفذها علشان تكون وحدات سكنية فتغيير النشاط إنه هو يحولها لنشاط تجاري أو كده ده طبعا ده مرفوض وبيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقصاد اللي بيحصل كده اللي هي ممكن توصل للغرامة وكمان سحب الوحدة السكنية لأن ده هو دي تعتبر النواة العشوائية في المدن الجديدة طبعا ده مرفوض تماما طبعا كمان قلتلين فيه زي سنتر أو مولات موجودة في المكان اللي ناس تقدر تفتح محلاتها فيها مش بحتاجة إنها تعمل ده في الوحدات بتاعتها صحا كده؟ بالضبط يا فندم طبعا هو التخطيط العمراني وكل حاجة تتخطط تخطيط عمراني سليم بحيث إن الوحدات السكنية يكون قصادها في الأسواق التجارية اللي يتخدم عليه حتى ساحات الانتظار السيارات مثلا بتبقى مخططة ومصممة بنان على عدد الوحدات السكنية هو ده التخطيط العمراني السليم اللي احنا بنأمل اللي احنا نعيش فيه طيب بما إن أكتوبر لسه مازالت يعني مدينة أكتوبر الجديدة عايزين نتكلم كمان عن المشروعات الجاري العمل عليها في الفترة اللي جاي طيب إحنا حاليا عندنا المشروع مدينة أكتوبر الجديدة فيها مباني سكنية ضخمة احنا بننفس 85 ألف وحد سكنية تم الانتهاء من 50 ألف وجاري تنفيذ 35 ألف وحد سكنية ده محور الإسكان بتكلفة تجاوزة 13 مليار جنيه لو دخلنا في مشروعات البنية التحتية فاحنا دلوقتي خلاص تم تشغيل محاطة رفع الصرف الصحي اللي موجودة حاليا عندنا كمان خزان تم تشغيله وعندنا خزان ساعة 40 ألف هيغزي المنطقة الصناعية ده برضو جاري تنفيذه بتكلفة تجاوزة حوالي 7 مليار مشروعات الملافع عندنا لما ندخل بقى في الأراضي فاحنا عندنا كمان أراضي إسكان مميز بدأنا تسليم في موقع الألف فدان وموقع الألف وطمئنمية فدان دي قطع أراضي إسكان مميز هتعمل تنمية أكتر للمدينة بالإضافة كمان لوجود المنطقة الصناعية عندنا منطقة صناعية كبرى 10 ألف فدان حاليا بنرفق في المرحلة العجلة على مساحة 1600 فدان بنشتغل مشروعات طرق بتكلفة تجاوزة حوالي 2 مليار جنيه عندنا مشروعات طرق محورية ومهمة زي مثلا إزدواك طريق الوحات ده بيصل لغاية الدائري الأقيمي عندنا كمان مشروع تطوير الوحات من خلال إحنا بنعمل إعادة رصف وإعادة الإنارة بعمدة الهاي مصد وخلافه كمان عندنا باللوقت بالنفس كبري علشان يربط طريق الوحات بمشروعات سكن لكل المصريين فإحنا بنتكلم عن مدينة سكنية تعليمية صناعية كبرى إن شاء الله شكرا جزيلا معندس محمود مراد معاون رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر الجديدة زي ما شوفنا أحمد هو مش بس تكلم عن وحدات تسليم الأهالي هنا في المنطقة في منطقة 800 فإن كمان نتكلم عن مشروعات بنية تحتية ومشروعات مختلفة زي الطرق وزي الكباري وكمان المنطقة الصناعية هنا في مدينة السادس من أكتوبر إليك يا أحمد